السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي الكرام أحييكم تحية طيبة فهذا محمد أبو حور الروحاني المغربي معكم اليوم أقول وعلى الله حسن القبول إن أكثر الناس إن أكثر الناس يعيشون ويموتون وهم لا يذكرون وكم من رجل يدرس العلوم الروحانية وهو غافل عن هذه العجائب التي يدرسها أو يشاهدها ولا لدة لها في نفسه لماذا؟ لأنه مجبور على الدرس مقهور على التحصيل مقهورنا والله عز وجل لم يرفع أمة بعد ضعفها إلا بأناس يختارهم هو يخلقون في الأمم وهم الذين يعشقون هذا الجمال هذا العلم الروحاني الذي يتضاءل في جنبه كل جمال فهؤلاء العلماء الروحانيون يؤثرون في تلامذتهم لأن القلوب تحس بالقلوب القلوب تحس بالقلوب وإن طال المدى ومضت عصور وظهور وأي أمة وأي أمة خلت من العلماء الروحانيين فهي أمة لا محالة مريضة مريضة مرضا لا تزيله إلا ظهورا حكما عشاق لهذا العلم فهؤلاء إذا اطلعوا على هذه الحكم يدهشون من كوكب بيننا وبينه آلاف السنين وضوءه يصل إلى عيوننا إن الإنسان إذا درس هذا العلم فسيكون مميزا على غيره من البشر الله علم أن المسلمين سينامون نوما عميقا وهم يجهلون رحمته الواسعة لغفلة أكترهم عن هذه العلوم فأنزل بسم الله الرحمن الرحيم أنزل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في الصلوات وفي الغدوات والروحات وفي مبدأ الأكل وفي الملبس وكل أمر ديبال إذن إذن ذكر الرحمة ملازم للمسلم في جميع أحواله أليس هذا معناه درس الرحمة أيها المسلمون أفلا يتضبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهذه آية قرآنية فأين التضبر يا ترى إن كل من تضبر في هذه العلوم الروحانية التي غفل عن دراستها أكثر الناس في الأرض وكل من درسها وتعمق فيها فإنه في هذه الدنيا قد نال السعادة الحقيقية وأي سعادة لهذا الإنسان أعظم من الاطلاع على الحقائق إن الحقائق وفهمها هي السعادة الحقيقية لهذا النوع الإنساني ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يسعدون فإن دار من الله للأمم التي أضاء لها نور العلم فأشرقت على وجوههم الحكمة إنهم لم يقتبسوها ولم ينتفعوا بها أهلكهم كما أهلك الأمم البائدة فصب عليهم ربك صوت عذا ولنرجع أيها السادة لدرسنا الفريد من نوعه للمرأة التي تبغض الجماع للمرأة التي تبغض الجماع مع زوجها ماذا نفعل به؟ نكتب لها قوله تعالى عز وجل مرأة نوح ومرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين مرأة نوح ومرأة لوط ها هي كما ترون نكتبها سبعون مرة سبعون مرة في صحن مقي طاهر لم يسبق أن دخله طعا ويسقى لها مع عسل النحل المنزوع بدون دخان وبدون رغوة مع عسل النحل الحر المنزوع بدون دخان لمدة سبعة أيام عند النوم فإنها يتبدل حالها وتطيع زوجها التي كانت تبغض معه الجماع وهو سر عجيب مجرب ولذلك إذا ذكره الإنسان إذا ذكر هذه الآية الإنسان وهو على طهار قبل النوم وجامع زوجته فإنه يجد معها لذة عظيمة حتى تكاد نفسها تطير من الاشتياق لذلك الزوج أقول وأكرر إن الإنسان إذا لم يجد العسل الحر والإناء الصحن الجديد من فخار أو من حديد ويكتب عليه هذه الآية سبعين مرة ويمحيها بالعسل وبماء طاهر ويسقيه لها مدة سبعة أيام فإن هي رفدت يقرأ الآية سبع مرات قبل النوم وقبل الجماع معه فإنه يجد لدة هو وهي ويشتاق الواحد للآخر فهذه معلومة فائدة قرآنية روحانية مجربة من شيخين إلى شيخ ومأخوذة من الصدور وليست من الصطور وجزاكم الله خيرا وأنعم عليكم ونفعني وإياكم بالقرآن العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام شكرا 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 شكرا